شكرا بالنور والكرامة أهلاً أبو حيدر يحفظش يحفظش هرم علي الله يخليك إحنا دايماً هالقرارات تضلع ومت أنطر عادتي يستعملونها ويطبقونها بس أنا الصراحة أخلى على الله وعليك يا أبو حيدر قولي أمي عموها 73 سنة ودقيت عليك مرتين وتاخذ منك شئون معايش وقتبال عليها عانتها وداشتها بشي خوخة المرأة ملفتها شي خوخة ورحنا وعابلنا يقولون ليس تأمينات زين معايشها 30 دينار الزين مرتين كثير مرأة كبيرة عموها 73 سنة ما عندها خدامة يم خدامة متقطع كل يوم تنطف وتمشي معايشها بشهر 120 دينار ما تبي سايق ماتسود ما عايش سايق 100 دينار ساكنها 300 دينار ما عايشها 500 دينار من وين تحيش؟ من وين تشرب؟ من وين تشرب؟ ما تبتلك وين تنفيها أورا؟ شري حالته؟ انت تنطل؟ ما انت هلا ولد 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 سند أنا اراكز بالوزارة من مكلم وكام عسان المرأة الأيوز هذين لم عندها أحد؟ شايفينها مرأة فقيرة تتركوا من على ظاهرها؟ هذين نحن نتكلم فعاد فوق رح تكلمت على الوكيل على حيات الفئلتهاوي رح تله وكلمت نفس الموال تقول لها معاشة يعني شهادة من التأمينات تستمي أو شيء تستمي عندها بام خدمة بام خدمة المرأة ينخلص من معاشة قالها 530 شنو تصرف شنو تاكل خدامه السايف ما يقول لهم مصرف؟ شعبنا بو حيذر شعبنا بو حيذر شعبنا أنا مريض بامو ترحيم شعبنا بو حيذر شعبنا عندي بطاقة تعاقه يقول لها بطاقة تعاقه ما تمشي كبار مسنين يقول لها واجد الآن ليس منكم من الحكومة من الشيخ رحم الله والدي طيب الله تعراه شيخ فضاح راح طيب ويأطيب منه شيخ ما راح يقفروا يانا أنا أشرح على المسؤولين للمذكي لها الإدارة ما مروا بهذه الظروف ولا ترحوا تزوجه حرام عليكم بيتكم أمانة لحد يديكم رعيا باتر يوم القيامة والله الله حاسبكم على الشيخ دي لا تصرفون حرام وظلمتوا كل واحد ما عطيتوا حجة وين بتروحون ما تشروحون أعبام كلهم الحجة يطالعون وشبك يسمعون كلامي أبي واحد منهم يفزع إحنا لما عطيناكم أصواب نعطيناكم أصواب تشاكر الظاهر بكم حيشان تشيلونا إحنا أيال الديرة أين عباري نزق البعيد ونخرج الجريس أصف علي البعيد وإحنا أعيال الديرة من السفين وعلى دبروث والدين حالة نحالة أهم الحكومة والشيخ يعطون دبلوث وحدة تصرف علينا صلي أمني بهم علي ناس جاعدة دبوثة والناس يصفون عليها وهم يأخذون من التعامينات ليش أسعيشهم يشوفونهم يطلعون ما علي يا مالي ما علي هدي والله إني أنا مخليش قاعد قوين كلام أدري من حرقة قلبك والله يا أختي أدري قلبك محترق أدري وأدري إن موضوع والدتش هو صح؟ عدل أحمد نعم والدتش والدتش ما علي ما علي بستني أنا ما جاء أسمعك حدر موم جاثرة هذه الأم الأم تحتر يورها الزنة بس إذا حقها أسكت عن حقها ثلاث معظم أمك تنهضم حدها وتسكت عن حقها هي مكفينا الشؤون عشان أخذت ثلاثين دينار من معاش تقاعدي ودينا لهم خطبناهم وردوا عليهم التأمينات سبب الاستقطاع واتبحوا وثووا المعاش وقسموا على القائق والخدام وبيلهم واضح 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 يا معاني واضح أحمد بس شوي شوي عشان هي عندها ثلاثة وسبعين سنة تستلم من الشؤون هذل وعشان زادوها ثلاثين سنة ثلاثين دينار الشؤون وقفوا الراتب صحيح؟ حيانا ماني عارف صراحة يعني يعني ثلاثة وسبعين سنة وهذي بنتها الدش تتكول في شذيه ماني عارف وانا هذي رسالتينك يا ابو عبدالله رسالتينك يا ابو عبدالله انا راح اطمع البرنامج اكلموا علي وتواصل معه معي الوزير ما يصير يا جماعة هذا موضوع ابي اختم بس انا هذا موضوع لازم ضروري نتكلم فيه مليون مرة يا جماعة ما يصير تتعاملون مع كبار السلم بالطريقة هذي ما يصير في الشؤون يصير جديه ما يصير توقفون على اي شيء يا عمي لا نتكلم ناس قاعدة السلم وهي قاعدة ببيوتها وناس اللي عندها بدل ايجار مو قادر تاخذ لهذا ريال عمره سبعي سنة ما حد يعطيه بارة مثل ام ام علي ثلاثة وسبعين ترى مو ضرارة الدولة قاعد تعطيهم ثلاثة وسبعين سنة تتمرمض من مكان لمكان عشان خمسمائة دينار للاسف الوقت خلص بس والله الى اليوم ادق عليك وباشر انا اخلصش الموضوع اذا الله اعطاني عمر يوم لحد انا وياكم ان شاء الله ساعة ثمان وسمعكم الاخبار